اشتركوا في القناة وابو يتولد فيها وربينا فيها طلعونا باتفاق يعطونا المحل هذا وقاعدين فيه اليوم صبحنا الصبح زي ما انتم شايفين الكحوت موجودة وبيثبتوا حالهم وبالقوة يعني فيه دور الساعة ما طلعنا منه لنغراض وبعدين بهدوا معين قوة عشر دقائق واقتحمت قوات معززة من الشرطة الاسرائيلية والوحدات التابعة لها المنطقة التي تسكن بها العائلة ومنحتها نحو ربع ساعة لإخلاء المنزل وهدمه وهددت أنه بحال لم تهدم العائلة المنزلة ستهدمه الآليات والجرافات الاسرائيلية وتفرد على العائلة غرامات باهظة طبح علي الله لا يصبح عليهم اليوم صبح علينا من الصبح جاءوا أطلع ضعوف برا أخوي هذا جميل يمكن عند ست سبع ضعوف اطلعهم هو الحرمة الضعوف عقدوا وما فيهم والله مطرح يقعدوا فيه أخذت ضعوف ولقيت عهلها ما فيه مطرح يعني يقعدوا فيه ما فيه ودمهدوا بيث خراب بيث يعني ايش تقول لك والقوي عايب ما بنقدر عن دولة ايش نقدر نسوي فيها وتسكن العائلة في المنزل الواقع في الضاحية الجنوبية لمدينة رهاط منذ أكثر من سبعة عشر عاما ولم توفر السلطات بدائل للعائلة حيث ترك أبناؤها في العراء على الرغم من حالة الطقس الخماسينية في منطقة الجنوب